أعزائي طلبة وطالبات تلت سنوي أهلا وسهلا بكم في قناة فرنشا أكاديمي لتعلم اللغة الفرنسية الفيديو ده إن شاء الله هيكون عبارة عن شرح الدرس الأول من الوحدة التانية الوحدة التانية زي ما احنا عرفنا في الفيديو اللي فات بتتكلم عن المأكولات والمشروبات وعنوانها يعني نادي الأكولين أو مجموعة الناس اللي بيحبوا الأكل الدرس الأول فيها عنوانه الحديث عن المأكولات والمشروبات يعني هنتعرف على أسماء المأكولات والمشروبات وهنتعرف على المفردات المتعلقة بالأكل والشرب وهنقسم الفيديو ده لتلت أجزاء أول جزء هنتعرف فيه على أسماء المأكولات والمشروبات وتاني جزء هنتعرف فيه على أهم القواعد اللي موجودة في الدرس والجزء الأخير من الفيديو هنتعرف فيه على أهم المفردات المتعلقة بالأكل والشرب هنبتدي دلوقتي بأسماء المأكلات والمشروبات وعلشان نسهل الدنيا على نفسنا هنقسم المأكلات والمشروبات لفئات عندي فخوي فاوكه لگم خودراوات بواسون مشروبات فياند لحوم huيل زيوت pain خوبز دي كلها الفئات اللي بيندرك تحتيها أسماء المأكلات والمشروبات هنتعرف على فئة فئة وهنبتدي بالفواكه الافوكادو وده اسمه مذكر نخلي بالنا كويس جدا من الأسماء المذكرة والأسماء المؤنسة الاناناس وهو برضو اسمه مذكر العنب وده اسم جامعة مذكر الكيوي الكيوي الكمترا التفاح الفراولة الموز الحوخ وكلمة خدناها في الوحدة الأولى بمعنى صيد السمك الورانج الورانج البرتقال وده اسمه مؤنس الكرز وهو اسمه مؤنس برضو الفئة اللي بعد كده من الفئات الغذائية هي الخضروات البرتقال 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 عيش الغرب الفصولية الخضرة البطاطس الكوسة الخاص وفي كلمة تانية برضو معناها خاص وهي وطبعا كلمة سلد عرفناها قبل كده بمعنى سلطة يعني هي ليها معنين ممكن يكون معناها سلطة أو خاص هنتعرف بقى على فئة المشروبات أو المشروب اسمه مشروب النعناع عصير مركز يعني شربات عصير فواكه لصودا لصودا لكوكا لكوكا المياه المعدنية لشوكولا لشوكولا مشروب الشوكولاتة لصودا 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 اللامون لت لت الشاي نشوف بقى منتجات الألبان أول حاجة طبعا اللبن للي اللبن لياورت لياورت الزبادي لفخوماج لفخوماج الجبنة لغريير لغريير الجبنة الموزاريلا لبير الزبدة الفئة اللي بعد كده بقى هي فئة المأكلات البحرية Produit de la mer أول حاجة طبعا السمك Le poisson Le poisson ونخلي بالنا أن كلمة poisson ده اسم مذكر لأن في كلمة تانية مؤنسة شبهها جدا مع اختلاف حرف الب وهي كلمة poisson poisson يعني مشروب ده اسم مؤنس لكن poisson يعني سمك ده اسم مذكر نخلي بالنا علشان ما نخلطش بين الكلمتين Le ton Le ton التونا Le saumon Le saumon السلمون Les vitres Les vitres المحار وده اسم مؤنس La crevette La crevette الجنباري La sardine La sardine السardine بعد كده هنتعرف على فئة اللحوم viyاند La saucisse مؤنس لكن los saucissons مذكر وهما الاتنين معناهم سجوء الفئة اللي بعد كده هي فئة المخبوزات pin une baguette خبز فرنسي une crêpe une crêpe une crêpe les friandises تشكيلة حلويات يعني قطعة مختلفة من الحلوة les bonbons les bonbons البonboni le chocolat le chocolat الشوكولاتة الفئة اللي بعد كده بقى هي بخدوية منتجات الحبوب ودي بتتقال على الحبوب المجففة والبقوليات زي مثلا le rie le rie الرز les lentilles les lentilles العتس وده اسم جامع مؤنس les pats les pats الماكارونة وده برضو اسم جامع مؤنس وفيه طبعا منتجات غذائية تانية كتير زي الويل الزيت le sel الملح la noisette البندق les yeux البيض la farine الدقيق طبعا المأكولات والمشروبات عددهم كبير جدا مش هنقدر نحصرهم كلهم دلوقتي بقى هنتنقل للجزء الثاني من الدرس وهو قواعد الدرس الأول وهم عبارة عن قاعدتين في قاعدة واحدة الأفعال المتعلقة بالمأكولات والمشروبات وأدوات التجزئة الأفعال المتعلقة بالمأكولات والمشروبات أهمهم verbe manger verbe boire verbe prendre يأكل يشرب يتناول هنتعرف مع بعض على تصرفهم verbe manger ده verbe premier group مجموعة أولى تصريفه je mange tu mange ilo el mange nous mangeons vous mangez ilo el في الجامع mange ونخلي بالنا إن إحنا مع نو بنزود حرف الأو قبل ما نضيف ونس وده طبعا علشان نحافظ على نطق حرف G لأن G بتنطق G إذا جه بعديها E أو I أو Y لكن أي حرف تاني بيجي بعديها بتنطق G بعد كده بقى تصريف verbe boire وده verbe troisième group مجموعة ثالثة je bois tu bois ilo el bois nous buvons vous buvez ilo el في الجامع boive verbe prendre يتناول عرفناه قبل كده بمعنى يأخذ ومع وسائل المواصلات معناه يركب لكن مع المأكلات والمشروبات معناه يتناول وهو verbe troisième group مجموعة ثالثة تصريفه je prends tu prends ilo el prends nous prenons vous prenez ilo el في الجامع pren التلات أفعال دول بنستخدمهم للتعبير عن تناول المأكلات والمشروبات إلى جانب فعالين تانين كمان هما verbe vouloir و verbe acheter يريد ويشتري verbe vouloir ده verbe troisième group تصريفه je veux tu veux ilo el veut nous voulons vous voulez ilo el في الجامع vol verbe acheter ده verbe premier group مجموعة أولا تصريفه j'achete tu achete ilo el achete nous achete vous achete ilo el في الجامع achete الخمس أفعال دول زي ما احنا قلنا بيجي بعديهم أسماء المأكلات والمشروبات لو أنا هعبر عن كمية من الأكل غير محددة يبقى أنا هستخدم بعض الأفعال دي أدوات تجزئة أدوات التجزئة les achete le partitif دي بتيجي قبل الإسم علشان تعبر عن كمية منه جزء منه عشان كده اسمها تجزئة أدوات التجزئة هما du ودي بتيجي قبل الإسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن زي je mange du poisson أنا باكل سمك هنا محددتش كمية السمك اللي أنا أكلتها وعشان كده استخدمنا أدوات تجزئة وطبعا استخدمنا du علشان poisson ده اسمه مفرد مذكر بادئ بحرف ساكن لكن أدوات التجزئة de la دي بتيجي قبل الإسم المفرد المؤنس المبدوء بحرف ساكن زي on prend de la viande نحن نتناول اللحم هنا محددناش برضو كمية اللحم اللي احنا بنتناولها وهي اسم مفرد مؤنس بادئ بحرف ساكن عشان كده استخدمنا قبلها أدوات التجزئة de la أما أدوات التجزئة du el aposthoff فهي بتيجي قبل أي اسم مفرد مبدوء بحرف متحرك سواء الاسم المفرد ده مؤنس أو مذكر زي مثلا il buadulu هو بيشرب المية وأدوات التجزئة de بتصدق الاسم الجمع سواء جمع مذكر أو جمع مؤنس زي مثلا il che de frui هي اشترت فواكه هنا frui ده اسم جمع استخدمنا قبله أدوات التجزئة de يبقى أدوات التجزئة وطبعا زي ما احنا قلنا بيجي بعديهم أسماء المأكولات والمشروبات غير محددين الكمية لكن طبعا ممكن أقول je mange une pizza أنا أكلت بيزاية أو أقول elle mange trois pommes هي أكلت تلات تفاحات يبقى أنا كده ممكن ما استخدمش أدوات التجزئة لو الكمية محددة ونخلي بالنا من ملحوظة مهمة جدا أن كلمة يا أخت زبادي بنستخدم قبليها أدات التجزئة du مش du الا أبوستخوف هي بدأ بحرف ال-y حرف متحرك ولكن بنستخدم قبليها أدات التجزئة du وطبعا لما بنستخدم قبليها أدات تعريف بنستخدم lo مش الا أبوستخوف بنقول lo يا أخت أهم الملاحظات بقى أن أدوات التجزئة بتتحول ل-du أو d في تلات حالات أول حالة عند النفي يعني لو الفعل اللي قبل أدات التجزئة هيكون منفي يبقى لازم أحول أدوات التجزئة ل-du أو d زي مثلا tu veux du riz انت عايز رز لو أنا هجاوب بالنفي هقول non je ne veux pas du riz لما نفينا الفعل حاولنا du إلى 2 tu prends des légumes انت بتتناول الخضروات لو أنا هجاوب بالنفي هقول non je ne prends pas deux légumes هنا برضو لما نفينا حاولنا du إلى 2 il mange du l'orange هو بيأكل برتقال لو أنا هجاوب بالنفي هقول non il ne mange pas du orange هنا حاولنا du l'apostrof إلى d'apostrof علشان طبعا orange بدأ بحرف متحرك يبقى أدوات التجزئة بتتحول ل-du ou d'apostrof عند النفي لكن نخلي بالنا لو كان النفي مش واقع على الفعل الأساسي اللي متعلق بالمأكلات والمشروبات يعني لو الجملة فيها فعلين زي مثلا j'ai mon j'ai d'orange أنا بحب آكل البرتقال الجملة هنا فيها فعلين والفعل المتصرف هو verbe ime لو أنا هنفي الجملة دي يبقى هنفي verbe ime مش هقرب من verbe manger يعني الفعل اللي قبل أدات التجزئة على طول مش هيكون منفي في الحالة دي مش هغير أدات التجزئة يبقى هقول je ne pas manger de l'orange يبقى هسيب أدات التجزئة زي ما هي وفي حالة كمان أدوات التجزئة فيها مش بتتأثر بالنافي وهي عند وجود استدراك يعني لو أنا هكمل الجملة بحاجة غير اللي أنا نفيتها يعني مثلا elle ne vous pas de la viande mais du poisson هي مش عايزة لحمة ولكن عايزة سمك هنا استدراكت الكلام بعنصر مخالف للي احنا نفيناه في الجزء الأول من الجملة علشان كده ما غيرناش أدوات التجزئة رغم وجود النفي يبقى لو الجملة فيها استدراك أو الفعل الأساسي المرتبط بالمأكولات والمشروبات مش منفي في الحالة دي ما بغيرش أدوات التجزئة لكن القاعدة العامة إن أدوات التجزئة بتتحول لدو أو دي أبوستخوف عند النفي تاني حالة لازم نغير فيها أدوات التجزئة إلى دو أو دي أبوستخوف بعد ظروف الكمية أو العبوات أو الأوزان ظروف الكمية زي بكو كثيرا بو قليلا تخو أكتر من اللازم أسي كافي كومبيا كام عدد كبير كل دول ظروف كميات بيجي بعديهم دو أو دي أبوستخوف وكمان بعد العبوات أو الأوزان زي يعني باكو لو أنا هقول مثلا أنا باكل فواكه هقول هنا استخدمت أدات تجزئة لكن لو أنا هجيب ظرف كمية قبل كلمة فخوي يبقى هنستخدم دو يبقى هقول أنا باكل كثيرا من الفاكهة ولو قلت هو بيشرب قهوة هنا استخدمنا أدات التجزئة دو لكن لو أنا هستخدم ظرف كمية أو عبوة يبقى هحول دو إلى دو هقول مثلا هو شرب فنجان من القهوة يبقى احنا بنحول أدوات التجزئة لدو أو دي أبوستخوف عند النفي أو بعد ظروف الكميات أو العبوات أو الأوزان وفي حالة تالتة كمان بنستبدل فيها أدات التجزئة دي بدو أو دي أبوستخوف وده بيكون قبل الصفة الجمع يعني مثلا لو قلت ماما غشات دي ليجيوم مام تشترت خضروات ليجيوم ده اسم جمع وعشان كده استخدمنا قبله أدات التجزئة دي لكن لو هنوصف كلمة ليجيوم بصفة تفصلها عن أدات التجزئة يعني صفة تيجي قبل الاسم يبقى مش هينفع نستخدم دي قبل الصفة الجمع ولكن هنستخدم دو يبقى هنقول ماما غشات دي بون ليجيوم لكن طبعا لو الصفة من الصفات اللي بتيجي بعد الأسماء يبقى مش هحول أدات التجزئة زي مثلا ماما غشات دي ليجيوم سك مامتي بتشتري خضروات مجففة كلمة سك من الصفات اللي بتيجي بعد الأسماء علشان كده أدات التجزئة فضلت زي ما هي قبل الاسم ما تغيرتش في بقى عندنا تعبيرين مهمين جدا نخلي بالنا منهم وهم أفواغ فا وأفواغ صوف يعني يشعر بالجوع ويشعر بالعطش يعني لو عايزة أقول أنا بشعر بالجوع أو أنا جعان بقول جي فا عايزة أقول أنا عطشان بقول جي صوف أنت تشعر بالجوع بقول تيا فا أنت تشعر بالعطش تيا سوف يعني المفروض إن احنا بنصرف فيغ بأفواغ على حسب الضمير وبعد كده بحطي جنبيه كلمة فا أو كلمة سوف يبقى يشعر بالجوع أو يشعر بالعطش ونخلي بالنا من ملحوظة مهمة جدا إن كلمة فا وكلمة سوف مش بيتحولوا للجمع لو كان الفاعل جمع يعني مع نو وفو وقيل وقال في الجمع بنغير تصريف فيغ بأفواغ ولكن فا وصوف زي ما هم في المفرد وكمان ممكن نستخدم كلمة خي قبل فا وصوف علشان تدل على شدة الجوع أو شدة العطش يعني بنقول أفواغ تخيفا وأفواغ تخي سوف وممكن بردو نستخدم التعبير أفواغ ينبتتت فا يشعر بالجوع قليلا أو أفواغ ينبتتت سوف يشعر بالعطش قليلا هقول مثلا جاي ينبتتت فا أنا جائع قليلا كده لمينا كل القواعد المتعلقة بالدرس واللي ممكن نلاقي منها أسئلة في الامتحانات دلوقتي بقى وصلنا لآخر جزء في الفيديو هنتعرف فيه على أهم المفردات المتعلقة بالمأكلات والمشروبات وهنبتدي بنوم ماسكولا الأسماء المذكرة الوقبة الخفيفة اللي بتكون بين الواجبات اسمها اللي بجذابه كل لحصانات والمتالية ام تibilقين ام تبيعون محالة تغير ام تبيعون ام تبيعون منتق؟ ام لطف ام لطف ام لطف ام فريقو تلقى ام انساندوش Un sandwich Sandwich Un menu Un menu قائمة الطعام Le dessert Le dessert Un fruit Un fruit Fekaha Un légume Un légume Choudor Des céréales Des céréales Chouboub Les ingrédients Les ingrédients المكونات Les aliments Les aliments المأكولات بعد كده بقى هنبتدي في الأسماء المؤنسة Non féminin Un boisson Un boisson مشروب Un bouteille Un bouteille زوجاجة Un omolette Un omolette عجد بيض Un foo Un foo Mera Un boule Un boule Bullet ice cream Un pizza Un pizza Pizza Un list L'alimentation A ترزير Un recette Un recette Un recette Une catégorie Une catégorie فئة أو نوع La santé La santé La santé الصحة La moderación La moderación La moderación الاعتدال La consommation La consommation الاستهلك Devinuiserie Devinuiserie مخبوزات بعد كده بقى هنبتدي في الأفعال Verb Consommee 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 يستهلك Respectee Respectee يحترم Coupee Coupee يقطع Achete يشتري Lave يرسل Invitae Invitae يدعو إلى Pensee 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 يفكر في Limiter Limiter يقلل أو يحد Prendre Prendre يتناول Vouloir Vouloir يريد Maitre Maitre يضع Magrir Magrir يخس أو ينحف آخر جزئية بقى هنتعرف فيها على الصفات والظروف والحروف والقرر والتعبيرات Adjective Adverb Preposition Exception Delisieux Delisieux Laziz والمؤنس Delisieux Excellent Excellent Montez والمؤنس Excellent Ideal Ideal مثالي أو نموزغي Quتدين Quتدين يومي والمؤنس Quتدين سنفرمي سور سنفرمي سور يستعلم عن La Pyramide Alimentaire La Pyramide Alimentaire الهرم الغزئي Un Régime Alimentaire Un Régime Alimentaire نزوم الغزئي Des Habitudes Alimentaires Des Habitudes Alimentaires عدد الغزئي Des Produits Laetiers Des Produits Laetiers Montaghet Alben Des Produits Sucrets Des Produits Sucrets Montaghet Sucrets Des Produits Séréaliers Des Produits Séréaliers Al حبوب والبوكولييت Les Matières Grasses Les Matières Grasses El Mouedit Dohneya Les Pâtes La Bolognaise Les Pâtes La Bolognaise مكرونة باللحمة المفرومة Un Flan Caramelisé Un Flan Caramelisé تعكد كريم كراميل Pas Du Tout Pas Du Tout إطلاقا A Lafoua A Lafoua في نفس الوقت A Fouag Fa يشعر بالجوع A Fouag Suaf يشعر بالعتش كده خلصنا الدرس الأول من الوحدة التانية وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنحل تدريبات عليه أتمنى تكونوا استفادتم من الفيديو وإن شاء الله نتقابل تاني في فيديو جديد Merci Au revoir اشتركوا في القناة